بسم الله الرحمن الرحيم الزميلات والزملاء المحامين السلام عليكم ورحمة الله من خلال منصات المركز الإعلامي لنقابة المحامين المصرية نقدم هذه السلسلة للزملاء المحامين للنهوض بمهنة المحاما والنهوض برفعة المحامي والثقافة القانونية التي يجب أن يتحلى بها كفة الزملاء خاصة الزملاء الجدد الذين التحقوا بنا حديثا نعرض في هذه الحلقة إلى موضوع غاية في الأهمية وغاية في الخطورة وتشمله كل الدعاوة المدنية والجنائية والشرعية اللي هي محاكم الأسرة على السواب هو الشاهد ترجمة نانسي قنقر شهود الدعوة كيف أتعامل مع الشهود في الدعوة سواء كانت مدنية أو جنائية الشهود نتناول أقوالهم بالتناقض الذي ورد بها بتستحضر أقوال الشهود الإثبات ثم أقوال شهود النف وما ورد بها من تناقض وتعرضه على المحكمة وتبينه وتتمسك بالدفع بتناقض أقوال الشهود إذا كان له مقتضى وثبت لك هذا الدفع بهذا التناقض يلزم على المحكمة أن ترد عليه ولا تتجاهله ولزاما عليها وواجب أن ترد على هذا الدفع في حكمها وإلا كان هذا الحكم مستوجبا للنقض فإنت لازم تعمل هذه الدفوع المتعلقة بشهادة الشهود وما يتعلق بها من تناقض وتثبتها في محاضر الجلسات حتى يتناولها الحكم بالرض والتمحيس وإذا أغفلها أو تجاهلها أو أعرض عنها كدفع مبدأ منك أفادك هذا الأمر فائدة تامة ومهمة أمام محكمة النقض وجاز نقض هذا الحكم لهذا السبب إيه السبب؟ تناقض أقوال شهود الواقعة تناقض أقوال شهود الواقعة قد يتناقض أقوال الشاهد مع نفسه ممكن يبدأ الواقعة بكلام ثم ينهيها بكلام مناقض هذا التناقض الذي ورد في شهادته يهدر شهادته بالكامل ثم يجب أن تطابق مع الشاهد الآخر الذي شهد بما شهد هو به فليكن شاهدي الإثبات أو شاهدي النفي يجب أن تكون أقوالهم متطابقة ومتناغمة ومؤدية إلى قصة وواقعة واحدة لا اختلاف فيها أما إذا ظهر الاختلاف تناقضت أقوال الشهود ويجب عليك أن تثبت هذا الدفع أمام المحكمة الدفع بتناقض أقوال الشهود وهذا دفع مهم وموضوعي ويلزم على المحكمة الرد عليه ثم أنه يجب أن تطابق أقوال الشهود بعد مطابقتها بواقعات الدعوة وأدلتها المادية والفنية فإذا ما تطابقت فبها وإذا ما اختلفت واجب عليك إثبات هذا الاختلاف في الشهادة لأنه أمر في غاية الخطورة وكافة الدعاوة تستند استنادا تاما على شهادة الشهود بالإضافة إلى التحريات والأدلة الفنية كما أن التحريات ذاتها هي شهادة وهي قول ولا تعد أن تكون قول وهذا ما قررته محكمة النقض المصرية في أن تحريات المباحث لا تعد أن تكون قولا ورأيا لمحررها أي أنها تقضع أيضا للتفنيت وإذا ما ثبت بها أي تناقض فيما بينها أو فيما بينها وبين شهادة الشهود أو فيما بينها وبين الأدلة الجنائية الأخرى والأدلة الفنية من خبرة خبراء وخلافه واجب أن تثبت أيضا هذا الدفع فيما يتعلق بتحريات المباحث فهي أقوال وهذا يجعلك تهتم بشهادة الشهود في بحثها والاطلاع عليها وتفندها ثم فيه خطأ كبير بيحصل في الأحكام أن تأتي المحكمة وتقول لا يعيب الحكم تناقض أقوال الشهود بفرض وجوده الزكرة الشهادة على غير حقيقتها في الحكم ويبين من الشهادة زي ما الحكم بيقول يبين من الشهادة الأدلة الفنية وباقي أوراق الدعوة معنى هذا أن أحيانا الحكم يجي يقول لك إيه وحيص تطابقت أقوال الشاهد الأول مع الشاهد الثاني وجاءت أقواله مطابقة للشاهد الأول أو كما يقول وشهد الثاني بمضمون ما شهد به الأول واكتفى بهذا إذا قال الحكم أن الشاهد الثاني قرر مضمون ما قرره الشاهد الأول يلزم عليك أن تسترك الحكم وتنظر في تحقيقات النيابة تفصيلا في أقوال الشاهدين فإذا تطابقت الشهادة كان الحكم وما ورد به صحيحا أما إذا اختلفت أقوالهما ولو في أشياء بسيطة فهنا لم تتطابق ويكون الحكم زكر شهادة على غير حقيقتها وجاء قوله في عدم اتصاق الدليل الفني مع الشهادة ولم تستقم الشهادة لارتباطها بما هو مخالف للسابت بالأوراق مفاد هذا أن الحكم يجي يقول تطابقت أوراق أقوال الشاهد الأول مع الشاهد الثاني هذا أمر مرفوض لأنه ما تطابقتش وغالما هتجد فيه أحكام كده يقول لك وقرر الشاهد الثاني بمضموم ما قرره الأول والشاهدين مختلفين والكلام فيه اختلاف ودي بنقابلها كتير ودي بتظهر بطلان في الحك وفساد في الحك يوجب نقضه لذلك ننوه بالاهتمام الشديد بمطالعة أقوال الشهود من خلال محاضر التحقيقات وليس من الحكم لأنه قد يسكر الواقعة في عجالة فلا يسردها سردا تاما وإذا ما كانت للشهود أقوالا في محضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة لازم عليك أن تفندها في تحقيقات النيابة وفي محضر جمع الاستدلالات في الشرطة لأن غالبا هتجد تناقض في أقوالهم في الشرطة أو في النيابة أو في الشهود فيما بينهم لذلك ننوه تنويها شديدا لضرورة الاهتمام بالاطلاع ومطالعة أقوال الشهود وإذا ما ظهر لك أي تناقض يكون الدفع على النحو التالي ندفع بتناقض أقوال الشاهد ذلك أن الشهادة تخضع لضمير الشاهد وما يرد بها هي أقوال تخضع للتمحيص وتخضع للفحص وتخضع للتحليل ولا بد أن تكون مطابقة لباقي ظروف وواقعات الدعوة لا تكون نشازا عنها وعليه يلزم أن تهتم بشهادة الشهود لأنها غالبا وبنسبة 90% التناقض الوارد بيها بيكون هو السبب الأساسي للبراءة سواء في محكمة أول درجة أو السبب الأساسي لنقض الحق إذا ما أثبت دفعك في محضر الجلسة شكراً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر